وقبل ما نبدأ المسلسل ما تستاش تعمل لايك الفيديو واشترك في القناة وده عشان تتابع معنا الموسم بالكامل بيبدأ الفيلم مع طفل اسمه جيك واللي بنشوفه وقفة المعرض بتاعدهمها لحد لما بتشد دوم يسمعها تشيكي وبيكرر ان هو يشتريها في الوقت ده بيستغرب ان سعرها رخيص جدا لحد لما بيديلها المبلغ اللي هي عوزاء وفي الاخر بيرجع تاني بيها على البيت لكن في الوقت ده الست بتلاحظ ان في سكينة من عندها بتكون نقصة وطبعا كلنا عارفين مين اللي خدها فكمل معنا للاخر هنا بنشوف ان المدينة اللي عايش فيها جيك هي نفس البلد اللي عايش فيها قاتل متسلسل واسمه تشورليز وفي الاخر الشرطة قدرت ان هي تخلص عليه لكن الغريب في الموضوع ان حوادث القتل فضلت مستمر لحد دلوقتي وبيدور على مجرم الحقيقي في كل حتة لحد لما بيوصل جيك على البيت هنا بيطلع على القوضة بتاعته وبنشوف ان جيك بيحب الدمى جدا وكمان عمل تمثار كبير ما بينهم وان هو اشترت شك عشان ياخد راسه للتمثال وبيحاول اكتر من مرة ان هو يعمل كده ومش بيعرف لحد لما بيوصل الاب في الوقت المناسب وبيسأله جيك عن رأيه في التمثال بلاحظ ان هو مش معجب اصلا بالكلام ده وكمان بيطلب من ابنه يجاهز نفسه عشان عمه جاي بالليل مع ابنه ومراته وان جيك مش بيحبهم بعد شوية بنشوفهم قاعدين مع بعض عشان يكلوا والواضح ان العلاقة ما بين الاسرتين مش احسن حاجة بسبب ان عم جيك بيكون غني وده على عكس اخوه وبنعرف ان هو طلب من اخوه اكتر من مرة يشتغل معاه لكن بيرفض حاجة زي دي وهنا جونيور بيفضل يتكلم عن انجيزاته في المدرسة هنا بيكون والد جونيور فخور بابنه على عكس جيك اللي شايف ان ابنه مش بيعمل اي حاجة مفيدة غير ان هو بيصنع تمثال من البلاستيك في الوقت ده والد جونيور بتحاول ان هي تهدي الموضوع شوية وبتطلب ان هي تروحها للحمام وفي الطريق بتعدي على القوضة بتاعت جيك وهنا بتحاول ان هي تتفرج على التمثال بتاعه لكن بتجي لها مكالمة في الوقت ده وبتفضل قاعدة في القوضة وما نعرفش مين اللي بيتكلم معها بتقوله ان هي عاوزة اقل في قارة بوقت ممكن لحد لما بتسمع صوت جي من الدولاب وبتلاقي الدمية تشاكي في وشها لحد لما بتنط القطة عليها وطبعا بتكون خفق جدا وبتحاول ان هي تخرج من القوضة لحد لما اليوم بيخلص على كده وبيرجع عم جيك على البيت بتاعه هنا بيسمع صوت جي من القوضة ولما بيروح على نت بيتسدم من الاب بكسر التمثال اللي كان شغال فيه وبيطلب منه ان هو يعمل حاجة مفيدة وتاني يوم بيروح جيك على المدرسة ومع الدمية وبيكرر ان هو يباح عشان يرجع تاني فلوسها والاب مش عاوز يشوفها في المكان هنا صحابه بيفضله ويتحكوا عليه بسبب الدمية اللي معاه لحد لما بتيجي بنت اسمها ليكسي واللي بنعرف ان هي حبيبة جونيور وللأسف بتتعامل مع جيك بكل وقاحة وجمان بتصوره مع الدمية وده عشان تجمع له تبرعات من خلال النيت وجونيور مش بيرد عليها فبعد شوية بيتحركوا على المحاضرة بتاعت التشريح ومع الدمية طبعا المدرسة هنا بتطلب منهم يشرحوا الدفدع اللي قدامهم وباللاحظ انه مش هيقدر يعمل حاجة زي دي طبعا بيحاول يعمل كده ومش بيعرف فبيلف وشه ولما بيرجع تاني بيلاحظ ان الدفدع تشرح بطريقة محترفة والمدرسة بتعرف ان ده مش طبيعي وهنا طبعا عارفين مين اللي عمل كده وفي الوقت ده كل الطلاب بتجي لهم رسالة من ليكسي عن جيكو الدمية والمدرسة طبعا بتعرف اللي حصل فبتقرر ان هي تخرج كل الطلاب مع ده ليكسي هنا بتاخد الدمية من جيكو بيكون زعلان جدا ومش قادر ان هي تفضل معي اكتر من كده وبتحاول بعدها ان هي تتكلم مع ليكسي في الاخر بتقرر ان هي تجيب المدير عشان تصرفاتها ما بقتش احسن هاجة لكن في الوقت ده بتشوف الدمية تشاكي بتكون وقفة قدامها على الباب ومع الوقت بتبدأ ان هي تقرب عليها بشكل مرعب فبتكون مش فاهمة القصة لحد لما بتوصل المديرة مع المدرسة وللأسف الموبايل بيكون وقع منها بعد شوية بتروح المدرسة عشان تحط الدمية في الدولاب وبالليلجيك بتكيله مكالمة من رقم مجهول بعد لما عارض تشاكي للبيع بيحاول يعرف ان الدمية اللي معادي خطر جدا عليه ولازم يتخلص منها في اقربات ولو مش مصدق كلامه ممكن يكشف على البطارية بتاعتها في الوقت ده بيحاول ان هو يعمل بحس شامل على القصة وبيفهم اللي حصل مع اندي في السنين اللي فاتت لحد دلوقتي ويتاني يوم بينزل على الصالة والغريب ان الاب بيعرفه ان الدمية دي شافة في الحمام على الرغم ان هو كان سايبة في المدرسة وبيحاول يشوف البطارية فعلا بيخاف جدا لما بيش بيلاقيها موجودة وبيقرر ان هو يرمع في الزبالة وفاكر ان الموضوع ابسط من كده لحد لما بالليل بنروحها للحفلة بتاعت المدرسة وهنا ديفون صاحب جيك بيفضل يعزف على البيانو وبعدها قالكس بتطلع على المسرع وده عشان تقدم باقي الناس اللي معاها لكن بتستغل الفرصة عشان تكمل تنمر على جيك وبيتعرف الناس ان هو فقير جدا وبيلم فلوس وبعدها على طول بنسمع صوت غريب بيطلع من ليكسي ان هي تتكلم بأدب والصدمة ان الدمية بتكون اللي طلع منها الصدة وجيك مش فاهم اي حاجة هنا بتطلب منه يرجع على المسرع وده عشان يتصرف هو معاها وبيقف قدام المايك عشان يفضح فيها بعد لما خد الموبايل بتاعها اللي هو على الارض في المحضرة وبيعرف الناس ان ليكسي بيتخون جونيور اصلا من بدري وكمان مع صاحبه اوليفار وهنا الناس فضلت تضحك عن اللي حصل وطبعا فاكرين ان جيك اللي بيعمل كده بيقوله ان هو عارف اللي حصل في المدرسة وان هو اصلا بيكون اتفصل منها وبيطلب منه يطلع دلوقتي على القوضة بياخد الدمية جنبه في الصالة وبيرجع على الكرسي عشان يكمل شرب لكن بيلحظ ان الازازة بتكون خلصت منه وبعدها على طول النور بيقطع في المكان والاب بيروح على القبو عشان يشغل المولد لحد لما بيظهر تشيك واقف جنبه وبيرمي كل الويسك على الارض هنا بنعرف ان الاب بيكون مات بسبب الكهرباء وطبعا الشرطة بتروحها للبيت عشان تحقق في الموضوع بعد شوية بيظهر عم جيك في الصالة عشان ياخد جيك على البيت بتاعه وبيروحها للقوضة بتاعته الجديدة في الوقت ده بيلاحظ ان جونيوري مش مبسوط ان ابن عمه موجود لحد لما بيروح جيك على الضمية وبيفضل يتكلم معيها وهنا بيسأل عن اللي حصل بالزبط وفي الاخر بتضربه بالألم بعد لما زعق فيها ودعش ان يظهر تشكل حقيقي وبيعرفوا ان الاب كان لازم يموت من الاول طبعا جيك بيفضل يزعق فيه وعربه ان محدش طلب منه المساعدة وان هو كان موافق على اي حاجة منه خصوصا بعد وفاة امه من كم سنة وهنا تشاكي بيعرفوا ان دي مش حياة وما يفعش حد فيتحكم فيه اصلا وبيقول له كمان ان الدور دلوقت هيكون على ليكسي بسبب التنمر بتاعها والناس بتحاول ان هي تعز جيك في وفاة والده لكن ليكسي مش بتعمل كده وجونيور بيطلب منها اتوقف المشاكل لان اللي ماد ده بيكون عمه وبعدها جيك بيقابل ديفون عشان يتكلم معه شوية وبيعرض عليه ان هو ييجي الحفلة بتاعت بالليل لحد لما بتشوف الشغالة لوحدها مع تشاكي بعد شوية بتنزل على المطبخ وبتلاحظ ان فيه سكينة نقصة من الدورج لحد لما بتشوفها في غسالة اللي تبا وللأسف بييجي تشاكي من وراها بيقدر ان هو يخلص عليها بكل سهولة وجيك مع جونيور بيرجعوا من المدرسة وبيدخلوا على المطبخ عشان ياكلوا اي حاجة وطبعا هنا بيتصدموا لما شافوا الشغالة ماتت في وشه وعلى طول بيتصلوا بالشرطة وبتحاول ان هي تحقق معاهم وبيخمنوا ان جيك اللي عمل كده خصوصا ان هو لسه جديد في البيت ان المحققة بتسأل عن علاقة ما بين جيك والشغالة في اخر كم يوم فبتكون مش فاهمة اصدارة من السؤال لحد لما بيرد عم جيك عليها وطبعا بتحاول ان هي تهدي الموضوع شوية وبتقوله ان هي كانت شكة في جيك عشان اتعرض لعنف من والده اللي مات وساعتها ممكن يكون تحول لمجرم في الاخر بيعرفها ان اخو كان بيعمل كده عشان مصلحته مش اكتر لحد لما بيخلص اليوم والشرطة بتخرج تاني من البيت ومش بيعرفه اصلا مين المجرم وبالليل جيك بيسمع الاسرة وما بيتكلمه عليه وان هو ممكن يتحول لمجرم بسبب تصرفات ابوه فبيرجع على القوضة وهو متدايق وبيحاول جونيور يدخل القوضة بتاعت جيك عشان يفتح اللابتوب وبيشوفه فاتح الصفحة بتاعت ليكسي لحد لما بيرجع تاني عليه في الوقت ده بيدخل جيك عشان يشوف اللي حصل وبيطلب منه يخرج دلوقتي من هنا وبيفهم ان تشاكي اكيد اللي عمل كده بعد شوية جونيور بيجاهز نفسه عشان يروح على الحفلة بتاعت ليكسي وبيطلبه من جيك ان هو يروح معاه لكن بيرفض حاجة زي كده وبيطلع على القوضة وللأسف بيعرف ان تشاكي مش موجود في البيت وبيسأل لو جونيور كان خد الدمية ولا لأ فبيعرف ان هو خرج لوحده في نفس الوقت بنشوف تشاكي ماشي وسط الناس وفاكرينه ان هو طفل صغير ومتنكر لحد لما بيروح على واحدة من الجران وبيسأل على مكان الحفلة وفي الاخر تشاكي بيطلع طفاحة كانت معه عشان يشكرها ومش بتاخد بالها من الموس اللي كان فيه وبيكمل تشاكي الطريق على البيت بعدها اخت ليكسي بتفضل تلعب معه بعد لما شفته اعجبت به وبيسألها على مكان اختها دلوقتي والناحية التانية بيروح جونيور على القوضة مع ليكسي وده عشان يقعد معاهم لوحدها وفي نفس الوقت تشاكي بيكون تحت السرير عشان يخلص عليها وحظة ان السكينة مش بتيجي فيها اصلا لحد لما بتيجي صاحبتها هنا بيوصل جيك على البيت عشان ياخد تشاكي من المكان قبل ما يموت ليكسي لحد لما بيشوف صاحبه ديفون وبيتكلم معاه في الوقت ده بيعرف ان ليكسي اصلا عملت التاريق على ابوه اللي مات من كام يوم بسبب الكهرباء اللي مسكت فيه وطبعا جيك بيكون مش عقبه الموقف وان هي بتعمل كده وفي الاخر بياخد الدمية عشان يرجع بيها على البيت وتشاكي بيحاول يقنع جيك ان هو لازم يخلص من ليكسي في اقرب وقت بسبب اللي بيحصل منها هنا بيطلب منه ياخد السكين عشان يعمل كده ومع الوقت بنعرف ان جيك بيكون صدق الموضوع وهيعمل كده فعلا فبياخد التعليمات من الدمية وبيحاول يرقبها من بعيد عشان يستغل الفرصة المناسبة ويقتلها وقبل ما يعمل كده بيعرف ان هو طلقبت بينها وبين جونيور فبيرجع تقني على البيت وهو مش مصدق اللي بيحصل باللاحظ ان هم لابسين نفس الهدوم فبيدلها الموبايل بتاعها وبيطلب منها تروح على جيك عشان تعتذر له وده عند اللي حصل امبارح وطبعا بترفض حاجة زي دي فبيخرج جونيور ومبومت دايق وبتروح ليكسة على البيت وبتشوف اختها كارولين عاوزة دمية تشكي في الاخر بتعرف ان ما فيش فرصة قدامها غير ان هي تعتذر لجيك وده عشان تاخد منه الدمية وبتشوفه في الجارج بتاعامه وهو بيجرب الاسلحة وهنا بتحاول تعرف ان هي كانت غلطانة في العملته لكن جيك بعرفه ان هو مش هيقبل الاعتذار بتاعها وبيرفض ان هي تاخد الدمية وبيكون اصلا عاوز يخلص عليها في ان هي بيرجع على القوضة بتاعته بيتكلم مع تشكي فبيعرفه ان هو جبان جيد بل لان الفرصة كانت قدامه ومعرفش ان هو يعمل حاجة فبيحاول جيك يعرفه ان الجارج كان مليان كاميرات ومستحيل يعمل كده فتشكي بيطلب منه يودي دلوقتي على اختها الصغيرة وهناك هيخلص الموضوع بعدها كارولين بتكون فرحانة جدا بالدمية وليكسي بتشكره ان هو جاب الدمية على البيت وبالليل بتفضل اعدى مع تشكي عشان تشوف الاخبار هنا ليكسي بتعمل حفلة جديدة في البيت وبتعزم كل صحابها في المدرسة وجونيور بيشوف الدمية على الارض فبتقوله نجيك اللي جابها هنا في الوقت ده كارولين بتكون نايمة جنب تشكي وبيعرف ان هو لازم يخلص على اختها دلوقتي وبيقطع الملاية بتاعت السرير واول لما بيخرج من القوضة بيشوف قدامه اوليفر صاحب ليكسي فبيقتله بالغلط وطبعا ما حد السمع اللي بيحصل وهو بيطلب المساعدة وهنا بتروح ليكسي على القوضة عشان تشرب حشيش وبتلاعز ان جزمة تشكي تحت السطارة فبتروح عليها وقبل ما تعمل اي حاجة تشاجي بياجي من ناحية عشان يموتها وبتحاول ان هي تخلص منه باي طريقة لحد لما السجارة بتمسك في الستاير والنار بتمسك في القوضة كلها الناحية التانية محدش واخد باله من اللي حصل وبيخلص الجزء الاول لحد هنا وقبل ما نبدأ الجزء التاني ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة واللي عاوز يشوف الجزء الاول هتلاقيني سهيبلك اللينك تحت في الكومنتات هنا بنشوف تشاكل لما كان طفل صغير وان فيه سفاح مشهور في المدينة اقتحم البيت بتاعهم وده عشان يخلص على الاب بدون اي سبب وطبعا هنا الطفل بيكون خايف جدا وبيروح مع الام على الدولاب عشان يستخبى فيه وبنشوف معاسي الكينة صغيرة لحد لما السفاح بيعرف مكانهم في الوقت ده بيلاقي ان تشاكي قتل الام عشان يسهل له المهمة بتاعته فبيكون معجب جدا بيه وبيعرفه ان هو هيكون سفاح مشهور جدا في المستقبل وبعدها بنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف ان النار خلصت على البيت كله وبسبب كده بتروح كارولين على المستشفى وفي الطريق جيك بيشوف اللي حصل بيعرف ان لكسي لسه عايشة وتشاكي ما خلصش عليها ولا حاجة وبتعرف ان الدمية تقريبا مسكونة او فيها روح شريرة وان هي حاول التخلص عليها فبيسأله على مكانها فين دلوقتي فبتقوله ان هي ممكن تكون في البيت وده اخر مرة شافتها فيه وبعدها هم اللي اتنين قرروا رجعوا على البيت عشان ياخدوا الدمية وبنعرف ان الشرطة كانت محصرة المكان لان ام لكسي بتكون عمدة المدينة وحاجة تقيلة يعني وبعدها بيدخله من وراء الكوات وبتسأله البيت دمية عاوزة تخلص عليها بالذات فبيعرفها ان هي تستهل كده اصلا فبتكون مستغربة من رد فعله وفي الوقت ده بتكون خايفة ان هو يموتها فعلا فبتقع من على السلم لكن بينحقها جيك في الوقت المناسب وبيقدر ان هو يمسكها قبل ما تقع وبعدها بيظهر تشاكي بالسكين عشان يخلص عليها وبيطلب من جيك ان هو يسيبها ودي عشان الفرصة مناسبة لكن جيك بيقوله ان هو مش قاتل زيه في الاخر الشرطة بتدخد على البيت عشان الصوت العالي وبيشوفوا الدمية واع على الارد فبيقرر ان هو يخد عشان اختها محتاجة اللعبة دي في المستشفى وطبعا بتعرفوا ان الدمية مسكونة لكنه مش بيسمعي الكلام لحد لما بيركبوا معها العربية واخيرا بيوصل على المستشفى والزابط بيروح على الاوضة بتاعتها بعد شوية المحققة بتوصل عليهم عشان تفتح لهم الباب وبتكون عاوزة تحقق مع جيك في موضوع مهم فبيطلب من ليكسي ان هي تروح على تشيك عشان تلحق اختها في نفس الوقت دي فون بيحاول يعمل بحث عن الدمية وبيعرف القصة من الاول خالص وطبعا بيكون مش مصدق وهنا كارولين بتكون لوحدها في الاوضة لحد لما بيدخل الزابط عشان يسيب الدمية ويتشيك بيكرر ان هو يخلص عليه بيحدف المشرت على ظهر عشان يجيب له شلال ومش بيقدر يتحرك وهنا بيجاهز الحقن بتاعته عشان يخلص عليه بعد شوية المحققة بتحاول تعرف من جيك قصة الدمية واللي بيحصل في الحفلة بتاعت المدرسة والغريب ان هو كان موجود في كل مكان بتحصل في حدثة قتل فبتطلب منه يقول الحقيقة وقبل ما يعرفها حاجة زي كده بيسمعوا صوت الجهاز بتاع كارولين فبتروح كل الممرضات عليها وبيخافوا جدا في النهاية بيشوفوا ان الاسلاكة تشالت لوحدها لحد لما بيلاقوا جثة الزابط على الارض قدامهم واخيرا المحققة بتعرف ان جيك ماليوش اي علاقة بالجرائم اللي حصلت وهنا تشاكي بيظهر عشان يمسى عليهم للمرة التانية لحد لما بنرجع تاني على القصة بتاعته لما كان شاب صغير وان هو فضل في دار الايتام وده طبع بعد وفاة اسرته ومع الوقت بنعرف ان هو كان مسئول عن مجموعة الاطفال وفي يوم بيحاول يحكي لهم عن قصة واحد اسمه بيتر واللي كان قاتل متسلسل وبيخرج معهم على الغابة هنا بيشوفوا جثة في المكان والاطفال بتخاف جدا مع عدد شارلي اللي بيكون واضح ان هو بيحب الحاجة زي دي وفي الاخر هرب من دار الايتام بعدها عرفنا ان هو بقى قاتل متسلسل هو كمان والشرطة في الاخر قدرت ان هي تخلص عليه لكن للأسف قدرت ان هو ينقل روحه في دوميا شريرة ومن ساعتها والحوادث لسه مستمرة فبنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف ديفون مع شيك وليكسي وهم بيدوروا على الدوميا تشاكي والناحية التانية كارولين بتفوق اخيرا في المستشفى طبعا شكل الدوميا بيكون مرعج جدا بالنسبة لها فبتفضل تسرخ لحد لما الأب بقرر يرميها في الزبال على طول بتاعت المكان وده عشان يخلص من التشاكي اللي بيكون فرحان جدا بشكل الدم اللي حواليه بعدها الليكسي مع صحابها بيروحوا على الزبال عشان يشوفوا الدوميا وكل واحد فيهم بيكون خايف يدخل على هناك وفي الآخر مش بيلوه حاجة وبعدها أسر كارولين بترجع تاني على البيت وبتشوف الأب جاب لها دوميا جديدة وبتكون خايفة ان يكون الدوميا تشاكي طبعا بتكلم بقى أسحاب عشان يعرفوا الموضوع وجيك بيطلب منها ترائب القوضة بتاعت اختها لحد تاني يوم هنا بييجي الأب عشان يتطمن على بنته فبيلاحظ ان الدوميا المحروقة بتكون مرمية على الأرض جنبها ومش فاهم ازاي وصلت على هنا فطبعا بيرموها تاني في الزبالة وفي اللحظة دي ليكسي بتشوف اللي حصل وبتتصل على جيك عشان يمسكوا الدوميا بعدها بيقدروا ان هم يخضوها من البسكت عشان يكسروها ميت حتة وبيفتكروا ان هم كده خلصوا على تشاكي لحد لما بيجي تاني يوم في المدرسة بنشوف المحققة بتحاول تطمن الناس ان الجرائم هتقل أكتر معلوات لحد لما بتيجي رسل مدير على المسرح وما حدش فاهم اللي قتلها وبنشوف ان تشاكي لسه عايش وبنفهم ان هو قدرين انروحه في الدوميا الجديدة اللي كانت في القوضة تاعت كارولين وده عشان يكمل الجرائم بتاعته في جسمه الجديد تاني يوم المحققة بتروحها للمدرسة فمحاضرة الأحياء وده عشان تقبض على المدرسة واللي بنعرف ان مفيش مشتبه غيرها في الموضوع والصحاب بيعرفوا ان هم لازم يخلصوا من الدوميا او يدفعوا عن المدرسة بتاعتهم لانهم عارفين الحقيقة وللأسف محدش هيصدقهم في الاخر بيعرفوا ان هم لازم يوصلوا لشخص اسمه اندي فشيك بيفتكر ان فيه رقم اتصل عليه من بدري وكان شاكك في الدوميا وانه هو اكيد اندي وكمان بيعرفوا ان هو هرب من مستشفى للامراض النفسية من فترة قريبة واكيد عارف اللي حصل مع تشاكي بالذات وبيتصل عليه بسرعة وهنا بيكون واقف مع اخته قيل وبيطلب منها العنوان عشان يروح له في اقرب وقت واللي بنعرف ان هو عاوز يقتل كل النسخ بتاعة تشاكي وبعد شوية بنعرف ان هو قتل كل الاسر بتاعتهم فاندي بياخد حقه كمان قضى سنين كتير من الرعب بسببه وده اقل حاجة ممكن يعملها في الوقت ده بيوصل على بيت جديد وبيعرف السكان ان هم من الوزارة وده عشان يسألهم كم سؤال لكن الحقيقة ان هم هنا وده عشان يدوروا على اي نسخة من تشاكي بيشوفوا طفلة صغيرة في المكان فبيطلبوا منها ان هي تجيب كل الالعاب بتاعتها وفعلا بيشوفوا نسخة من تشاكي وتقريبا فيها نفس الروح بتاعة تشورلز وطبعا اندي بيقدر ان هو يخلص منها قبل ما تعمل اي حاجة والناس مش بتصدق اللي حصل دلوقتي لما بيعرفوا ان الدمية كان فيها روح شخص ميت وفي الطريق بيعرفوا ان الدور دلوقتي على البيت بتعجيك لحد لما اخيرا بنروح على تيفني مع نيكا اللي فيها روح تشاكي من الاجزاء القديمة بنعرف ان هي اول لما تشوف الدم في اي حتة بترجع تاني روحها الحقيقية لجسمها لحد لما تيفني بتحس ان هي متغيرة معاها فبتكرر ان هي تضربها على دمها وفي الوقت ده بتاخدها على بيت الشر القديم وبتفضل ربطها على الكرسي وده لحد لما ترجع تاني روح تشاكي فيها وفي البيت ديفون بيحاول يعمل اكتر من فخ عشان لو تشاكي وصل على المكان بتاعهم بيقدروا ان هما يمسكوا بكل سهولة وبتحاول لكس ان هي تساعدهم في الموضوع وطبعا في الاول بيكونوا خايفين من حاجة زي كده لكن للأسف مفيش اي حل تاني قدامهم في نفس الوقت بنشوفهم جونيور في البيت وهي زعلانة وبتحكي لهم عن حاجة سر جدا وان هي للأسف مصابة بمرض السرطان وبعد شوية بتروحها للدكتورة النفسية بتاعتها واللي بنعرف ان هي نفس الشخص اللي كانت بتتكلم معاها في البيت بتعجك في اول المسلسل وبتعرفها ان هي قالت كل حاجة للأسرة بتاعتها وان هي دلوقتي حاسها براحة اكتر لحد لما بتخلص الجلسة على كده وبيفضل ابنها قاعد في العربية وده لحد لما ترجع هنا تشاكي بيجي من وراء عشان يخلص عليها وللأسف مش بتاخد بالها من حاجة زي كده لحد لما بتقع من عربية قدام ابنها وطبعا بتكون ماتت وبالليل باقي المجموعة بتعرف اللي حصل مع الامة من خلال الدكتورة وفي الاول بيكونوا فاكرين ان هي انتحرت مش اكتر وده بسبب ان هي مش قادرة تكمل العلاق وبعدها على طول بيعرفوا ان تشاكي عاوز يقتل جيك فبيجهز كل حاجة في البيت عشان يعملوا كده ومستنيين تشاكي يوصل لهم فجأة بتطلع ليكس على القوضة بتاعتها بعد لما سمعت صوت حركة في المكان وبيعرفوا ان الخيوط بتتحرك والتمثال على طول بيتكسر وده معناه ان في حد في البيت وهنا ليكس بتطلع على القوضة وللأسف الدمية بتكون وصلت لها عشان تخلص عليها لكنها بترفض حاجة زي كده هنا بتحاول تشغيله شوي عشان يوصل ديفون مع جيك لحد لما يهرب من القوضة وبيقدر ان هو يسيب جيك في رجله وبيقدر ديفون ان هو يكهربه للأسف تشاكي بيقوم مرة تانية وبيحاول ديفون يكهربه تاني ومش بيالحق يعمل كده لحد لما بيهرب على السلة وبيشوف المحققة وصلت على البيت وطبعا تشاكي بيستغل الفرصة عشان يخلص عليها بالمرة وللأسف بيكسر رقابتها بعد لما وقعت من على السلة وديفون بيشوف كل اللي حصل هنا تشاكي بيكون قتى الناس كتيرة وفي الجنازة بنعرف انهم مش هيقدروا على الدمية دي ولازم يكملوا في حياتهم الطبعية لكن جيك هيفضل وراه في الوقت ده بتوصل تيفاني على البيت عشان تعزي عم جيك ومحدش فاهم العلاقة ما بينهم وطبعا جونيور بيعرف ان فيه سرقة في الموضوع وفي الاخر جيك بيكرر ان هو لازم يخرج من بيت عمه لان تشاكي محتاج يخلص عليه وبياخد فلوس من المحفظة وده عشان يروح على محطة القطر والناحية التانية ديفون بيشوف خبر قديم عموت تشاكي والبيت بتاعه فبيكرر ان هو يروح على هناك عشان يفهم السير وما يعرفش ان نيكا بتكون موجودة بعدها بنعرف ان تشاكي استغل الفرصة ان تيفاني اتكلمت مع ابو جونيور وده عشان يسيطر على دماغه وبيكنع ان هو لازم يخلص عليه عشان خاين وبعد شوية بنشوفه سكران وبيدخل القوضة لحد لما بيتكلم معه دوميا وجونيور بيكون جاب اخره من التحكم بتاع القاب وبيفضل تشاكي يتكلم معه بطريقة وحشة لحد لما بتحصل خناء ما بينهم وجونيور بيعرفه ان هو السبب في مطقم عشان مدعمهاش من الاول وكمان خاين لحد لما بيدرب القاب وبيوع على الارض قدامه عشان يستغل الفرصة للاسف بيخلص عليه بتدمية وطبعا تشاكي بيكون فرحان بحاجة زي كده وان هو هيقدر يضم واحد جديد في العصابة بتاعته لحد لما بنشوف اندي في محطة البنزين وفي الوقت ده بيعرف ان قايل ملهاش زنب في كل اللي بيحصل وان هي لازم تفضل في مكان امان بعيد عن تشاكي فبياخد العربية عشان يسيبها وهنا بيوصل دفن على البيت القديم بتاع تشاكي وبيسمع سوتني كهوية بتطلب المساعدة فبيدخل من الازاز بسرعة عشان يعمل كده ولما بيحررها من على الكرسي الروح بتاعت تشاكي بترجع فيه في الوقت الغلط والأسف بتمسكه بكل سولة وبتربطه بدلها على الكرسي وهنا جيك بيكون في محطة القطر عشان الرحلة بتاعته وبيشوف عامل توصيل مع نفس الدمية بتاعت تشاكي فطبعا بيسأله على العنوان وبيرجع على البيت بتاع ليكسي وبيحكي معاه كل اللي حصل وبيعرفوا ان العنوان كان بيت تشاكي القديم والأصعب من كده ان دفن دلوقتي بيكون هناك هو كمان في الوقت ده بيعرفوا ان هم لازم يجهزوا نفسهم عشان يروحوا على هناك ويساعدوا دفن لحد لما بيفوق تاني وبيشوف نفسه مربوط على الكرسي لكن المشكلة ان هو بيشوف دمية كتير جدا وكل واحدة فيهم جزء من روح السفاحة شارلز وفي البيت ليكسي مع جيك لسا مستنين العربية اللي هتوديهم بعد شوية بيسمعوا صوت جاي من المطبخ فبيفتكروا الدمية اللي جيك جابها من المحطة لحد لما بتظهر قدامهم بالسكينة لكن بتيجي قايل في الوقت المناسب عشان تلحقهم وبتعرفهم ان كل نسخة لما بتشاكي لما بتموت في دمية جديدة بتتعمل وده عشان يجون الجيش بتاعه وهنا بتفضل تحكي معهم كسة تشاكي من الاول وهما بيشربوا الشاي لحد اللي ببنعرف ان هي حطت مناوم في الكوبية وده عشان يفضلوا في البيت ويبعدوا عن الخطر وهنا تيفني بتجمع كل الفريق مع جونيور وتشاكي وبيطلب منه يخلص على نيكا لكنها بترفض حاجة زي كده لانها بتحبها وفي الاخر بتقتل نسخة من تشاكي بسبب تحكماته وبعد شوية الباب بيخبط عليهم وبنشوف العمل بتاع التوصيل اللي هينقل كل الدماء وكمان بتحط كمبلة في البيت بنعرف ان اي واحد هيدخل على البيت عن طريق القبوة هينفجر على طول لحد لما بتاخد جونيور عشان تخرج من هنا وطبعا نسخة من تشاكي واخيرا نيكا وبعدها بيوصل اندي على البيت عشان يلحق دي فنوية النسخة من تشاكي لحد لما بيهربوا من البيت وبعدها قايل بتوصل هي كمان هنا بتغبط في الكمبلة اللي كانت محطوطة وللأسف البيت كل انفجر على طول لحد لما بتصحى ليكسي وجيك من المخدر ومش مصدقين اللي حصل في الجرائد طبعا بيعرفوا ان صاحبهم بيكون مات فبيرجعوا تاني على البيت بتعديفهم لحد لما بيشوفوه تاني ولسه عايش وبيعرفوا من اندي اللي ساعده في الهروب وبيقول لهم عن جيش تشاكي اللي هيسيطر في العالم وتاني يوم الناس كلها بتتجمع في مكان واحد مع تيفاني واللي بتعرفهم ان هي عاوزة توزع كل الدمى للمستشفيات بتاعة الاطفال في الوقت ده ليكسي بتشوف جونيور مع نسخة من تشاكي وهو بيهدده فبتروحوا قراءة عشان تلحقه وما تعرفش ان ده بيكون فخ منهم وده عشان يخلصوا عليها وفي نفس الوقت بنشوف ان معظم الناس دخلت حفلة السينما وتشاكي بيكون عاوز يخلص على ام ليكسي وللأسف ابوها بيقعد في المكان الغلط ولما بترجع تاني بالفشار بتعرف ان جزها بيكون مات بعد لما شفت الدم على الاك فبتفضل تسارخ وبتحصل فوضى في المكان وبيحاول تشاكي ان هو يقتل اكبر عدد منهم لحد لما نسخة تانية من تشاكي مع جونيور وده عشان يقتله ليكسي بالمرة لكن في الوقت الاخير بيفتكر ان هي حبيبته هنا بيكون محتار يقتل من فيهم اصلا لحد لما بيهجم على تشاكي والناحية التانية بيوصل جيك على السينما وده عشان يقتل نسخة جديدة من الدمية في الوقت ده بنعرف ان جونيور للأسف مات من الدمية والاكسي بتكون زعلانة جدا وفي الاخر تيفني بتاخد العربية وده عشان تهرب بيها وبتطلب من السواء يوديهم دلوقت على المطار لكن بيوصل اندي في الوقت المناسب وده عشان يركب العربية وطبعا بيوجب مع تيفني وقبل ما يعمل كده بنشوف دمية تيفني كانت في العربية عشان لو حصلت حاجة زي كده وبتهدده ان هو لازم يروح على المطار وإلا هيموت على طول وتاني يوم بيروح على القبر بتاع جونيور بعد لما مات من تشاكي وبيوعدوا ان هما يخلصوا على كل النسخ بتاعت الدمية وده اللي هنعرفه مع بعض في المسم التاني فلو حابين ان احنا نكمل السلسلة اكتبوننا داحت في الكومنتات واشوفكم ان شاء الله قريب جدا في المسم الجديد سلام وطبعا كلنا شوفنا اللي حصل مع بعض في المسم الاول وان جيك فضل عايش بعد التفجير اللي حصل في البيت بتاعت شاكي القديم وان تيفني بتحول تلوقتي ان هي تنشر الدم في كل مكان لكن بيوصل اندي في الوقت المناسب عشان يلحق الموقف وللأسف مش بياخد باله من الدمية اللي كانت معاه في العربية واللي عملتها تيفني وهنا بتهدده ان هو لازم يروح على المطور وإلا هتخلص عليه وللأسف ما قدمهوش حل تاني اللي ان هو يعمل كده لكن بيعمل حركة صائعة جدا في الوقت دا بيقدر ان هو يحرك العربية بسرعة عشان يوقعها في الصندوق وطبعا بتحصل فوضى في الطريق وباقي النسخ بتاعت تشاكي بتخرج من العلبة بتاعتها وهنا بيحاول ان هم يروح على اندي عشان يخلصوا عليه وفي النهاية قرر ان هو يرمي العربية من فوق الجبل وده عشان يحمل ناس من شر تشاكي وفعلا بيعمل كده بعدها بيشوف جيك مع ديفون وللأسف كل واحد فيهم اتفرق عن التاني بعد اللي حصل معاهم من شوية وان هم دلوقتي مع أسرة جديدة بعد لما تشاك يخلص على أسرتهم الحقيقية لحد لما بنرجع تاني اليوم عيد الهالوين وبنشوف جيك بيتجاهز نفسه في البيت لحد لما بتقصل واحد شباية شاكي على الباب وده عشان تحبط عليه طبعا بيخاف جدا منها وبيكون فاكر ان هو تشاكي لحد لما بيعرف ان هي بنت عادية وبتطلب منه حلوات عشان تمشي من قدامه بعدها بنشوف روبين ابن الأسرة الجديدة بتاعت جيك وهو بيطلب منه يخرج من البيت عشان يحتفل مع باقي صحابه لكن بيجي له مكالمة من راجل غريب وهنا للأسف مش بيعرف ان ده صود تشاكي لحد لما الباب بيخبط عليه فبيبدأ ان هو يقلق أكتر خصوصا ان ما فيش حد بيكون واقف مع الوقت ده بتجاهلهم مكالمة جديدة مع دفن مشتركة وبيشوفوا ان تشاكي دلوقتي في البيت بتاع ليكسي وان قارولين بتفتحها عشان تشوفه وطبعا بيحاولوا ان هما يتصلوا بالشرطة بسرعة وده عشان يلحقوا ليكسي قبل ما تموت وبيعرفوها ان فيه بلاغ وصل من صاحبها جيك وهنا بتبص في الموبايل بتاعها وبتعرف ان جيك اتصل بيها أكتر من المرة وبتعرف ان الدمية تشاكي رجعت تاني والصبح بتروح كارولين على الدكتوري النفس بتاعها وده طبعا بعد اللي حصل مع أبوها في السينما وان هي خايفة جدا من الدمية في الوقت ده بتحاول الدكتورة تعرفها ان كل دي ألعاب عدية مش أكتر وكمان بتوريها دمية بنت عشان تفضل مع كارولين وفي الآخر بيرجعوا بيها على البيت وده عشان يكملوا حياتهم وباللاحظ ان الصحافة موجودة في البيت بعد لما عرفنا ان القوم بتكون عميدة المدينة والأخبار دي بتكون مؤثرة عليها في الانتخابات اللي جاية في الآخر ليكسي بتقرر ان هي تطرد الصحف من البيت بسبب الأسئلة على كارولين وان هو كده بيضغط على البيت وده عشان يعمل خبر مهم جدا وينشره وبالليل بنشوف كارولين وهي خايفة جدا من الدمية لكن ليكسي بتقرر ان هي تضرب الدمية عشان تعرف لو كان فيها روح ولا لأ وده لانها بقى انتخاف من اي حاجة بلاستيك مع الوقت بتعرف ان هي سليمة فبتدي سكين القارولين في القوضة عشان تدفع عن نفسها وده لو ظهرت شاكي في اي وقت وهي نيمة مع الوقت جيك بيروح على البيت بتاع ديفون وبيعرفوا ان في دمية جديدة في البيت بتاع قارولين وان هم لازم يتطمنوا عليها بسرعة وهنا بيروحوا على البيت بتاع ليكسي وبيعرفوا ان الدمية دي كان فيها نسخة قبل كده مع تشاكي واسمها تيفاني ولازم يخلصوا منها فبيروح على القوضة بتاعت اختها ومش بيلقوا الدمية على الكرسي لحد لما بتشوفها على السرير بتاع قارولين بعد شوية ليكسي بتسمع صوت امها في البيت وان هي رجعت تاني فبتحاول تخبص حبها في الدولاب بعد اللي حصل منهم في الموسم الاول واكيد مش عاوزة تشوف وش واحد فيهم تاني يوم بتشوف قارولين بدأت تتعلق بالدمية جديدة وليكسي بتطلع على القوضة عشان تدلهم الفطار وبتطلب منهم انهم يروحوا دلوقتي وهتروح على الحمام لحد لما بتشوفها بقت تاخد مهدئات بشكل مش طبيعي بعد اللي حصل من تشاكي الفترة الاخيرة وبتكون لسه في الحمام والباب بيخبط عليهم في الاخر قارولين بتروح عشان تفتح الباب وبتشوف تشاكي معروبا وتقريبا كده معهم بكون بلا في اديهم وطبعا جاك معدفهم بيسمعوا اللي حصل هنا بيتصدموا ان تشاكي لسه عايش قدامهم وبيطلب منهم يعودوا دلوقتي في الصالة وده الحد لما ليكسي هاني بتخلص حمام وده عشان يموتوا كلهم مع بعض وفي الوقت ده ديفون بيقدر ان هو يستغل الفرصة عشان يرمج كنبيلة بعيدة عن تشاكي وللأسف روبين بيكون فاكر ان دي لعبة وبياخدها وبيجرى على المطبخ وقبل ما بيعمل اي حاجة بيقدر تشاكي ان هو يروح عليها عشان ياخدها منه وبسبب كده بينفجر البيت وطبعا الطفل بيكون مات وفي الاخر الدكتورة النفسية بتعرف ان ليكسي مع جيكو ديفون لازم نرعاية معظم الوقت واركابة وكمان هيروح على دار تأهيل كم سنة وده عشان يعودوا في الفترة دي طبعا محدش هنا بيصدق ان الدمية اللي فجارة البيئة والكلام ده كله وان هما يستهلوا العقاب ده من بدري وكمان المكان قريب من الكنيسة بتاعة المدينة على الوقت بنعرف ان الدار ده نفس المكان اللي تربى فيه تشاكي لما كان طفل صغير وهنعرف اللي ممكن يحصل مع بعض كمان شوية وفي الوقت ده بتستقبلهم الراهيبة روز وده عشان توديهم على القوت بتاعتهم وفي نفس الوقت بيجي طرد من شركة الشح وطبعا كلنا عارفين مين اللي فيها فكمل معانا بعدها بنروح على تيفن اللي بتصحى من نوم بعدها لما شافت كابوس مرعب جدا وبتلاقي السرير بتاعها غير اندم وبتعرف ان الدمية بتاعتها بتكون ماتت مع الوقت بتروح على المطبخ عشان تجهز الفطار لنيكا وهنا بنعرف ان هي قطعت ايديها ورجليها وده عشان لو رحت شاكي رجعت وهي مش موجودة مش هتقدر ان هي تتحرك في اي حتة وكالعادة بنعرف ان هي لما بتشوف شكل الدم بيرجع تاني تشاكي في جسمها وبتكون متضايق ان تشاكي خلص على الدمية بتاعتها هنا بنروح تاني على الدار مع الراهيبة روز وبنشوف محاضرة مع الاب برايس اللي بيتكلم عن جرايم القاتل والعقوبة بتاعتها بتكون قصية لكن الاعتراف هو حلهم الوحيد وفي الوقت ده بيتعرفوا على واحدة اسمها ندين واللي هتكون صاحبتهم للنهاية وفي الاخر بيروحوا على الراهيبة وده عشان يخضوا الهدوم اللي هيعودوا بيها في الدار الفترة دي كلها وكمان بيوصل الاب برايس عشان يعرفهم اكتر عن المكان والقوانين بتاعته وبيطلب من ليزا ان هي تجهز الاوت بتاعتهم لحد لما بيفتحوا الترد اللي وصل لهم من شوية بيشوفوا الدمية تشاكي كالعادة فالراهيبة بتكون خايفة جدا لانها سمعت عنها ان هي هتكون مع ندين والناحية التانية جيك مع ديفون بيروح على القوض بتاعتهم مع الاب برايس وبيفضل يشرح لهم القوانين للمكان تاني وده عشان محدش يعمل مخالفة تاني يوم بيروح على المحاضرة بتاعتهم وفي اللحظة دي بتقابل صاحبها القديم تريفور واللي بنعرف ان هو كان زميل ليكسي لكنه متنمر جدا من بدري وهنا بتحاول ان هي تعصبه وبتستغرب من رد فعله الهادي وان هو تقريبا بقى شخص طبيعي وبيعرف ان الاسلوب ده مش هينفع في المكان وممكن تفضل محبوسة الفترة دي كلها وبالليل الرهيبة بتحاول ان هي تشرح اكتر عن الديانة المسيحية لحد لما بتشوف الدمية تشاكت تتحرك من وراء الرهيبة ليزا وبتلاقي الدمية واقع على الارض فبتروح نحيتها عشان تخدها من على الارض وترجعها تاني على المكتب لكن قبل ما تروح على الكرسي بتاعها بتشوفها وقعت تاني ومش فهم السبب بعد شوية بنعرف ان هي اختفت اصلا من القوضة لحد لما بتظهر فجأة قدام الراهيبة ليزا وبسبب كده بيحصل لها مشكلة في القلب بسبب الخفة بتنوت على طول طبعا تشاكي بيكون فرحان جدا ان الناس بدأ اتخاف منه زي الاول وكمان ما حدش يعرف ان في جريمة حصلت هنا لان الموت هيبان طبيعي جدا الغريب ان هو بدأ يصور الراهيبة ليزا لحد لما الطلاب كلهم عرفوا اللي حصل من شوية وجيك مع الكسي بيشوفوا الدمية على المكتب بعدها الاب برايس بيقفل المكتب لحد لما توصل الشرطة وبيطلب من باقي الطلاب ان هما يرجعوا داني على القوض بتاعتهم وطبعا ما حدش هنا يعرف اللي حصل بالزبط غير الشباب بتوعنا لحد لما بيوصل الاب برايس عشان يطلب منهم ان هما يبطلوا كلام شوية والنارهيبة اصلا ماتت بسكتة قلبية هيدا بنرجع تاني مع تيفاني اللي قاعدة في البيت مع نيكا والباب بيخبط عليهم فبيتحاول ان هي تسرخ عشان تطلب المساعدة وبتوديها تيفاني بسرعة على القوضة وبتكتم بقها وبعدين بتعرف ان دا المحقق واللي بيدور على نيكا في كل حتة وبيعرف ان هي مطلوبة من الشرطة بعد لما شفوا الصور بتعيدها في اكتر من مكان جريمة فبتعرفوا من يمشى في التهاش من حوالي كده سنة بعد شوية بنرجعتين على الكنيسة وبنجوف جيك بيطلب من الاب برايس ان هو يروح على الحمام دلوقتي فبيعرفوا ان هو قدامه خمس دقايق مش اكتر وفي الوقت ده بيروح على القوضة بتاعت الرهيبة يوصل الاب برايس في الوقت الغلط وتقريبا كده مرقبه وبيعرفوا ان دي مجرد دميا بلاستيك مش اكتر وللأسف جيك مش عارف يقوله الحقيقة لان كده كده مش هيصدقه وبيديله الانجيل عشان يقرأ فيه شوية ويهدى بعدها على طول بيخرج من القوضة عشان يقفل الباب عليه مع الدميا فطبعا بيكون خايف جدا على نفسه وديفون بيلاحظ ان جيك لسه مرجعش كل ده بيسأل الاب برايس عن صاحبه فبيعرفوا ان جيك دلوقتي بيكمل الكتاب المقدس في المكتب ولازم يخلص الكتاب ده وده عشان يخرج من هناك في نفس الوقت بنشوف ان جيك عمال يتكلم مع الدميا تشيكي وده عشان يعرف منها كم نسخة لموجودة وطبعا ما بتش بترد عليه وبعدها بيحاول ان هو يضربه بالكتاب لحد لما بيقع على الارض وبيختفي من قدامه طبعا بيحاول ان هو يصوره من خلال المدخنة وفي الاخر بيرجع تاني الاب برايس على المكتب بيسأله على مكان الدميا فين بزا فبيعرفوا ان ايه هربت من المدخنة فطبعا مش بيصدق كلامه وبيطلب منه يخرج دلوقتي من هنا وما يشوفش وشه بيعرفوا ان تشيكي ما كانش عاوز يخلص عليهم ومستغرب من اللي بيحصل كل ده لكنه خد له صور قبل ما يهرب على طول وبالليل لكسي بتكون خايفة جدا من الدميا تشيكي فبتحاول ان هي تقفل الباب كويس بتحط اي حاجة عشان ما يعرفش يدخل لها وده انسب حل ممكن يعملوه وما تعرفش ان فيه مصيبة تانية اسمها تشيكي لحد لما بنعرف ان صاحبنا بيكون نايم تحت السرير اصلا من البدري في القوضة وبعد شوية لكسي بنشوف ان ناديم بتكون نامت وهنا بتروح على المهدق بتاع عشان تاخده فتشيكي بيستغل الفرصة عشان يصورها من بعيد بعد شوية لكسي بتحس ان فيه حركة في القوضة وده بسبب ان تشيكي كان عاوز يفتح الباب ويهرب بسرعة بعد لما خد السور لحد لما بتشوفه وطبعا بتفضل تسرخ فبتسحى ناديم من على الصوت وبتسرخ معاه بعد لما شافت تشيكي لحد لما تدار كله تجمع على القوضة بتاعته وبيحاول ان هما يفتحوا الباب بسرعة هنا لكسي بتطلب من ناديم ان هي ما تحكيش اي حاجة من اللي حصلت دلوقتي لانها ممكن تبقى في خطر لحد لما بيوصل الاب برايس مع الراهبة بيسألهم عن اللي حصل بالزبط عشان يسرخوا بالشكل ده فبتقول لهم لكسي ان هي صمعت صوت غريب في الحمام وتقريبا كده بيكون فور والناحية التانية جيك مع ديفون بيلفه في الحمامات كلها والمكان لحد لما تشيكي بيكون واقف من بعيد عشان يصورهم لحد لما ديفون بيهجم عليه وفي اللحظة دي بيقع على الارض وبياخد منه الموبايل بيستغربه ان هو صور كل حاجة في المكان لحد لما ديفون بيكون قرى بيخلص عليه فبيطلب منه يستنى شوية وهناعرف القصة بعد كده تاني يوم بيروح لكسي على جيك وديفون في القوضة وبتلاحظ ان هم مسكين تشيكي على الكرسي ومربطينه وبيعرفها جيكي ان دي النسخ عشان تجمع معلومات مش اكتر وللأسف مش هتئذيهم وهنا بنرجع تاني على تيفوني واللي بنشوفها لسه مع نيكا وبعدها على طول بتسمع صوت الباب بيخبت عليها فبتشوف المحقق مرة تانية فبتعرف ان هي لازم تخلص عليه وده عشان ترتاح من صداعه طبعا نيكا بتشوف خيالات عن تشيكي لحد لما المحقق بيدخل على البيت وطبعا تيفوني بتضربه على دماغه عشان تموته وبتمسح الدم بسرعة في نفس الوقت بنعرف ان اولاد تيفوني وتشيكي قربه على البيت فبتحاول ان هي تنظف المكان لحد لما بنرجع تاني على جيك وبيفضل الاب برايس يسأل عن الدمية تشيكي وانه قدامه فرصة لمدة يوم واحد وده عشان يرجع الدمية وإلا هيتعاقب بيطلع على القوضة عشان يعرف منه سبب وجوده في المكان وعلى الموبايل بيشوف رقم غريب كان بيتكلم معاه لكنه للأسف مش بيرد عليهم من الصبح وهنا جيك وديفون بيروح على تشيكي عشان يتكلموا معاه لكن الواضح انه هو مش هيرد عليهم مهما حصل فبيروح على المحاضرة بتاعتهم هنا الرهبة بتكون شكة في جيك وصاحبه انه هم مخبيين عنها سر ولما بتتكلم معاه عشان تعرف الحقيقة للأسف مش بتاخد منه اي معلومة مفيدة بعدها ليكسي بتحاول ان هي تاخد الحبوب بتاعتها في الحمام لحد لما بيشوفها تريفور صاحبها المتنمر وللأسف بيعرف ان والدتها خسرت في الانتخابات بسبب اختها كارولين ودلوقتي ممكن تخسر تاني بسبب ان هي مضمنة ومع الوقت ديفون بيكون متضايق جدا من تشيكي لانه السبب في موت امه وبيحاول يقرب عليها عشان يموته وتشيكي بيستغل الفرصة عشان يعصبه وقبل ما ديفون يعمل اي حاجة بيقدر جيكي يمنعه في الوقت المناسب وبتروح ندين على الاب فرانك في الكنيسة وهنعرف اللي حصل بعد كده في الجزء التاني لكن في الوقت ده بنعرف ان الاب فرانكي بيزق جدا من ندين بسبب ان هي بتتكلم كتير جدا فبيخرج من الكنيسة كلها هنا بنرجع تاني على جيك وديفون اللي بيحطوا خطة جديدة وهم ان هم يعملوا غسيل موخل تشيكي وده عشان يعترف مين اللي جابه على هنا وبالليل بيجاهزوا كل حاجة ممكن يحتاجوها في العملية وبيروحوا على القوضة بتاعة ليكسي وبيفضل تشيكي يتفرج على مقاطع صعبة جدا لحد لما يفقد الوعي بنعرف ان هو مش فارق مع الحاجات دي كلها وبيفضل يضحك عليهم لحد لما بيناموا على نفسهم من التعب وتاني يوم بنعرف ان تشيكي فعلا رجع تاني مسالم وفي الاخر جيك بيحاول يسأله عن سبب وجوده في المكان لكن الواضح ان هو كان ناسي كل حاجة فعلا ودي بتبقى مشكلة اكبر من الاولى بيحاول ديفون يعرف اللي بيحصل بالزبط ده غلط اصلا ولازم ان هما يقتلوا تشيكي عشان يخلصوا منه لحد لما بيخرج من القوضة بعد ان ما تخانق معهم وهو متعصب في الوقت ده تشيكي مش بيكون فارق معه حاجة وبيعرف نادين ان هو اجعان جدا لحد لما بيطلعوا تاني من القوضة وده عشان يتكلموا مع ديفون وبتفضل نادين في القوضة لوحدها مع تشيكي بالسكينة وبسبب اللي حصل ليكسي بتحس بالصدى فبتروحها للصيدلية بتاعت المكان هنا الرهيبة روس بتكون وقف عشان تشوف كل حاجة فبتعرف ان هي عاوزة حاجة للصدى وما تعرفش ان كل ده بسبب الادمان ودي بتكون اعراض اللي انسحاب بتاعتها لحد لما بتخرج من عندها وفي الطريق بتقابل تريفور متنمن مرة تانية وبيعرفها ان هو فاهم كل حاجة بتعملها في الصيدلية ولازم تسمع الكلام بتاعه لحد لما بيوصل طرد جديد على الدور اذا بنعرف ان هي نسخة جديدة من الدوميا تشاكي وده عشان يدور على النسخة القديمة منه والاب برايس بيكون قاعد مع ديفون وده عشان يفهم منه اللي بيحصل في المكان والناحية التانية ناديم بتفضل تتكلم مع تشاكي لحد لما بيعرفوا ان ديفون مش موجود وفي الاخر بيطلب جيك من ليكسي ان هي تفضل في القوضة بعد شوية بيعرفوا ان الاب برايس معاقب ديفون بسبب ان جيك مرجعش الدوميا لحد دلوقتي والاكسي بتحاول ان هي تتكلم شوية مع الدوميا والناحية التانية بنرجع تاني على ندين وعلى الاب فرانك وده عشان تعترف له بالخطايا لحد لما تشاكي بيظهر في الوقت المناسب وبيقدر ان هو يخلص عليه وده عشان يلحقه من ندين وهنا بتستغرب ان الاب ما بيردش عليها بقاله فترة لحد لما بتروح على القوضة بتاعته وبتسمع صوت تشاكي في المكان طبعا بتكون مستغربة من اللي حصل وبتشوف الخرز وقع على الارض في كل حتة وفي النهاية مش بتعرف اللي حصل مع فرانك أصلا بعد شوية بترجع تاني على القوضة ومش بتلاقي ان في حد موجود فبتدور عليها في كل حتة وكمان الاب برايس بيتكلم مع المدرسة بتاع جيك وديفون لحد لما بيوصل على القوضة بتاعتهم وبيعرفوا ان هو مش لقي ديفون في اي مكان وما لهش علاقة أصلا بالدوميا اللي اختفت ولازم يخرج من هناك بعدها على طول بتشوف ندين وصلت على الحمام عشان تطلع ليكسي اللي بتكون قعدة وعملت عاية لوحدها بسبب ان هي مضمنة وكمان تريفور عارف عنها كل حاجة وهيفضل يزلها ومش هتعرف تهرب منه لحد لما دين بتهديها شوية وبتعرف ان هي هتفضل جنبها طول الوقت وهنا الاب برايس بيرجع تاني على المكتب وبيشوف الدوميا في المكان وللأسف ما يعرفش ان يدي نسخة جديدة منها فبيرجع على الكنيسة عشان يسيب ديفون بيعرفوا ان جيك رجع الدوميا مكانها والموضوع خلص على كده وكمان تريفور بيروح على القوضة بتاعت ليكسي وده عشان يحط لها المخدرات في الدرج بتاع الجزامة وقبل ما يخرج من القوضة بيشوف تشكل نسخة جديدة في القوضة وده عشان تخلص عليك كل سولة وبنعرف ان هو اقوى من النسخ اللي موجودة دلوقتي بعدها بنشوف ليكسي بترجع مع ندين على القوضة وطبعا بيشوف الجثة بتاعت تريفور على الارد وهو متقطع مية حتة وبيفتكروا ان تشاك الطيب اللي عمل كده وكان بيمثل عليهم الفترة دي كلها وبيحاول ان هما يدوروا على الدوميا في كل مكان لحد لما ليكسي بتشوف المخدرات اللي تريفور كان حطتها في القوضة بتاعتها وبيحاولوا ان هما يخفوا جثة بسرعة في الوقت ده الرهيبة بتعرف ان تريفور بيكون مش موجود فبتفضل تدور عليه في كل القوض وليكسي بتفضل قعد على الجثة وده عشان محدش يشوفها وبتفضل ندين تتكلم عشان تصدعها لحد لما بتروح على الدوميا القوية وبتعرفوا انه ما كملش المهمة بتاعته وانهما لازم يخلصوا على جيك وديفون فاقرب وات فبيعرفهم انه مش هيقدر يعمل كده في صحابه لحد لما بتحصل خناء اما بينهم وجيك بيكون سامع كل حاجة هنا تشاك القوة بيكون عاوز يخلص على النصفة الطيبة لحد لما جيك بيفتح الباب عشان يساعده لكن بتحصل المفاجأة وان الطيب بيقدر انهو يخلص على الشرير وبيرمي بعدها السككين عشان يسبتوا في الحيطة وبيروح على جيك بعد لما خلص كل طاقته وبالليل ديفون بيكون مش مصدق حوار تشاكي وانهو بقى طيب والكلام ده كله هنا جيك بيكون واسق في النسخة الجديدة ومش عاوز يخلص منها لحد لما بيخرج من القوضة والأب برايس بيشوف الدوميا بالسكينة وللأسف ديفون بيكون موجود في القوضة وبعدها ليكسي مع ندين بيكونوا مش عارفين ممكن يعملوا ايه في الجثة بتاعة التريفور لحد لما بتطلع من القوضة وهي تعبانة وبتحاول تاخد المخدرات بعد شوية ندين بتعرفها ان هي لازم تبطل فعلا للموضوع ده وتكون اقوى من كده وان هي هتكون معاها لحد لما يحصل كده فعلا فبتحضنها ليكسي وبتشكرها على كل اللي عملته وهنا بيرجعوا تاني على القوضة وللأسف الجثة بتاعة التريفور بتكون مش موجودة ومحدش فيهم فاهم اللي حصل وجيك بيفضل يتكلم مع تشيك الطيب في الاول بيكون مبسوط ان هو بقى مسالم زي الاول لكن الناحية التانية الاب برايس بيكون مع ديفون وده عشان يعقبه بسبب اللي حصل بيطلب منه يقرأ شوية في الانجيل عشان يكون انسان طبيعي مرة تانية وبيعرف الدكتورة النفسية ان ديفون كان معاسي كينة من شوية وممكن يقتل بيها حد المرة الجاية والراهبة بتاخد الدومي عشان ترميها في الزبالة وديفون بيرجع على النسخة الطيبة لانه متعصب منها وبيعرفوا انه بقى سفح زي بقى النسخ وبسبب كده بيخرج تشيكي من القوضة هو زعلان فبيروح على جيك عشان يكلمه وبيكون وصك ان تشيكي رجع تاني طيب ومستحيل انه هو يقتل حد والاكسي مع ديفون بيحاول انه هما يفتحوا الموبايل بتاع تشيكي وبيشوفوا واخد اكتر من صورة لنفسه وللأسف فيه اكتر من نسخة في المكان اللي هما فيه لكن مع الوقت بيعرفوا ان دي كانت علامات على الارض وده عشان ما ينساش الطريق لما يرجع فبيقرروا ان هما يروحوا على هناك ويعرفوا مين اللي مستنيهم في الوقت ده الرهبة بتكون في المكتب لوحدها وبتلاحظ ان الزبالة تحركت هي كمان لحد لما بتطلع ايدة شكل قدامها وللأسف النسخة بتكون لسه عايشة وبعدها بنرجع تاني على تيفوني اللي بتكون لسه في البيت وبتحاول ان هي تخفي اصار الدم وبتلاقي اولادها رجع على البيت بعد فترة كبيرة طبعا بتحاول ان هي تخبي عنهم جصة المحقق طول الوقت وبتحاول جلندا ان هي تفتح باب الاودة لان هي كبتكون محبوسة فيها لكن تيفوني بتمنعها قبل ما تعمل كده وهنا بتعرفها ان الاودة دي فيها حاجات مهمة وكمان الحارس هيفضل موجود طول الوقت ده لحد لما تخلص من اللي فيها في اقرب وقت بعد شوية بتعرف ان اولادها عاملين حفلة عشان عيد ميلادها وبتجيب شوية ناس عشان يحتفلوا معها واللي بنعرف ان هم مصحابها من سمان بتروح على الحارس عشان تعرفوا ان هو لازم يكون فيق طول الليلة دي بالذات وما يروحش على اي مكان مهما حصل لحد لما بترجع تاني على الصالة والغريب ان هي مش بتلاقي حد موجود وبعد شوية نظام الامان بيكون فصل في المكان فبتروح تاني على الاودة وبتلاقي ان الحارس بيكون ميت وانيكا مش موجودة في الاودة بنعرف ان جلين دلوقتي قاعدة معها وده عشان تساعدها وبتقول لها ان هي لازم تخرب من البيت وده عشان تفضل عايشة من امها وبنفى من جلين وجلين ده كانوا شكين ان في حاجة في الاودة من الاول وساعتها قرروا ان هم يحطوا منوم في المشروف الكاسبت على الام وبعدها روحوا على الاودة المقفولة وبتحكي لهم القصة بتاعتها بعد موت تشاكي هنا جلين بتاخد السكينة للأسف بتتعور بايدها في الغلط وهو لما نيكا بتشوف الدم بيرجع تاني روح تشاكي بترجع في جسمها وبيعرفوا منه هو ابوهم بيقدر يقول لهم كم حاجة محدش يعرفها غير تشاكي نفسه لحد لما بيصدقوا الموضوع وبيطلب منهم انه هو يخرج من هنا بأي طريقة بنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف جصة في الأسانسير لحد لما بتيجي جلين ده من وراء عشان تضربها على رأسها بعدها بينزلوا على الصلة بعد لما نيكا حطت اطراف صناعية في جسمها وبتحاول انها تهدت تيفاني بالقت لكن للأسف السلاح بيكون مش حقيقي وبيحاول انهم يهربوا من البيت بسرعة وطبعا بتحاول تيفاني انها تقفل الأبواب مرة تانية ومش بتلحق تعمل كده فبتقدر جلين ده انها تاخد نيكا عشان تهرب من البيت كله تاني يوم بتصحى جلين على نفس الكابوس بتاع أمها وهي بتقتل حد ما تعرفوش وبتطلب منها تعرفها الحقيقة من الأول لحد لما بتوصل اخت تيفاني على البيت وبتفضل تتكلم معها طبعا عرفنا ان تيفاني نفسها واخد جسم واحدة تانية واسمها جينيفر وده عشان تعيش في جسم بشري والتانية بتعيش في جسم الدمية وبعدها بترجع تاني عليها عشان تاخد منها كم معلومة عن أختها اللي ما تعرفهاش ومع الوقت بتعرف ان هي كدابة فبتحاول تسأل على مكان أختها واللي حصل معاها فبترجع تاني على الدمية عشان تهزقها بسبب ان هي ما قالتش الحقيقة بتوصل كيلين مع أخت جينيفر على القوضة وده عشان تشوف روح أختها في الدمية وللأسف تيفاني بتخلص عليها هي كمان وتيفاني بتعرف بنتها ان هما في الحياة أصلا سفحين وان هما لازم يرجعوا تشاكل مرة تانية في جسم واحد وده عشان يعيشوا حياتهم طبيعي فبيخرجوا من البيت وبيحرقوا كل حاجة وراءهم في الوقت ده ليكسي مع ديفون بيحاولوا ان هما يمشوا وراء العلامات بتاعت الدمية لحد لما بيوصل على كوخ شكله قديم جدا وبيسمعوا صوت واحد عمال يتقلم في الاخر بيشوفوا ان دي لسه عايش ومش مصدقين طبعا اللي حصل قدامهم فبنرجع بالزمن شوية لما العربية بتاعته بتكون وعت من فوق الجبل بنعرف ان هو كان لسه عايش مع أكتر من نسخة لتشاكي اللي حاولوا ان هما يسحبوا بعين عن العربية والباقي بيكون مات على طول بعد لما انفجرت فيهم وهنا القائد بيحاول ان هو يعزف فيه شوية عشان يعرف الخطة بتاعته والناحية التانية بنعرف ان الدكتوران النفسية مع القائد أصلا من الأول وهي اللي بتقوله كل اللي بيحصل في الدار لانها هي المسؤولة هناك فبيعرف ان هو لازم يروح على هناك واول لما بيخرج من الكوخ بتروح لكس مع دفن عشان يلحقوا اندي وللأسف ما بيكونش فاكرهم لان عد عليه فترة مع الوقت بيعرف ان ده دفن اللي كلمه من فترة كبيرة وبيقوله ان هما لازم يروحوا دلوقت على الدار وده عشان يلحقوا الناس من تشاكي وفي نفس الوقت بنشوف تشاكي الشرير مع الراهبة روز اللي بتكون فاكرة ان الدمية دي من عند الإله ولازم تسمع كل الكلام بتاعه بعدها على طول بنشوف القائد مع الدكتورة النفسية بيوصاله على الدار لحد لما تشاكي الشرير بيكون شافهم وطبعا بيكون عاوز يخلص عليه وده عشان يتحكم في الباقي بعد شوية الأب برايس بيعرف ان لكسي مع دفن خارجه من الدار وللأسف كل اللي موجود هيتعاقب بسبب كده وبيرجع تاني جيك على القوضة بتاعته لكن صاحب تريفور بيسأله عن صاحبهم لانه مش موجود ولا بيظهر في أي حتة وهنا بتوصل الدكتورة النفسية مع الدمية بعدها الأب برايس بيطلب منه يطلع دلوقتي على القوضة وبيتكلم شوية مع الدكتورة وبيعرف ان هم هيتعاقبوا النهاردة وبيقفل كل الأبواب عليهم وطبعا دي بيكون فرصة حلوة جدا لتشاكي وفي الآخر بترجع ليكسي مع دفن على الدار والرهيبة بتشوف اندي معاهم فبتستغرب جدا وليكسي بتعرفهم ان ده شخص غالبا كان على الطريق ومحتاج مساعدة مش أكتر بعدها الأب برايس بيحاول يشوف اللي بيحصل بالزبط والناحية التانية الدكتورة بتعرفهم ان تشاكي رجع تاني على الدار وده عشان يخلص عليهم فأقرب وقت فبيحاول يعودوا في القوضة مع بعض عشان يحطوا خطة جديدة وهم انهم يستخدموا الدمية الطيبة وده عشان تساعدهم في كده واللي بيكون لسه عنده المهارة في القتل وهنا الرهيبة بتحاول ان هي تعالج اندي لحد لما بياخد منها المقص من غير ما تاخد بالها وبالليلة شاكي الشرير بيقابل القائد وبنعرف ان هو الاقوى هيكمل في الموضوع لكن القائد بيقول شوية التعويز بيقدر من خلالها ان هو يموت الشرير بكل سهولة لحد لما بنرجع تاني على جيك وصحابه وناديم بتجهز الأسلحة في الوقت ده بيدخل عليهم تشاكي القائد لكن حظهم ان اندي بيرجع تاني من العياد عشان يخلص عليه والرهيبة روس بتشوف النسخ بتاعته بتكون مات وهنا الدكتورة بتعرف ان ما فيش نسخة فضلة غير الطيب فبتحاول ان هي تسرقها منهم بسرعة وبتعرفوا ان هو لازم يخلص عليهم وان هو مش طيب ولا حاجة وهنا الاب برايس والرهيبة بيشوفوا الدكتورة بالسلاح وللأسف الروس هسا بتخرج بالغلط عشان تيجي فيها واندي بيهجم عليهم لحد لما بيقع على السلة بتحصل فوضى في المكان كله لحد لما بتروح ندين ورا النسخة الطيبة وده عشان تتكلم معه بسرعة وبتعرفوا ان هو لازم يفضل معيهم لحد لما بتقرب عليه وفي الاخر بترمي من فوق الدور وطبعا بنعرف ان تشاكي كان مش عارفه النسخة الطيبة ولا الشريرة لحد لما بيخضو عشان يدوا النسخة دي للدكتورة ويخلصوا منه وبتوصل كايل في الوقت المناسب فعشان تعرف اللي حصل بعد كده اكتبوا لطاعت في الكومنتات انكم عاوزين المسم الثالث وكمان لا عجبك المسلسل ما تبقلش علينا بلايك وشير وده عشان بيزود التفاعل واشوفكم ان شاء الله قريب جدا في فيلم جديد سلام